اشتركوا في القناة امتهت إلى حد ما بمجموعة من المباريات قوي احنا شفنا ثلاث مباريات فقط فوز في هذه الجولة تعادلات كتيرة في هذه الجولة لكن طبعا ده يدل في بداية الموسم على أن الفرق الصغيرة والفرق الكبيرة استعدت بالشكل قوي جدا دائما كنا دائما بنشوف الفرق الصغيرة في أولى المباريات بتتغلي لكن شفنا فرق كتير أو فرق الصعدة حتى من دور الدرجة التاني للدور الممتاز اختلف استعدادهم هذا الموسم بشكل كبير تعادل إيجابي لفريق الأسيوتي أمام المقصة الوصيف السابق للدور الممتاز العام الماضي شفنا أيضا فريق النصر وتنطب يتعادلوا سفر سفر في مواجهة صعبة بالنسبة لهم أولى المباريات اليوم في الدور الممتاز أيضا شفنا أيضا بعض الفرق زي المصري وبيقدم مباراة قوية أمام ودي دجلة الفريق القوي وبيكسب فريق المصري واحد سفر له طبعا هدف لأحمد جمع من ضرب الجزاء دي احنا شفنا هذه الجولة مجموعة من المباراة القوية أيضا الرجاء بيهزم من المقاونون العرب أو المقاونون العرب بيهزم الرجاء بنتيجة كبيرة جدا مع كبت محمد عودة حالة الاستقرار الفني مع فريق المؤولين بيقدم بيها محمد عودة شهادة أيضا هذا الموسم أنه هو مدرب من المدربين الأكفاء مع فريق المؤولين وبيكسب 3-0 فريق الرجاء يعني مجموعة من المباراة الصراحة هذه الجولة في هذه الجولة بتدل أن بداية الموسم بداية قوي جدا يعني هقول لحضراتكم النتيجة النتائج بشكل كبير في الجولة الأولى الدخلية طبعا أولى المباراة كانت الدخلية وبتروجيت وتعادل 1-1 مقاونون العرب والرجاء 3-0 للمقاونون العرب أيضا طنطة والنصر 0-0 ثم طبعا الاتحاد والإسماعيلي ومباراة كانت قوي جدا لفريق الإسماعيلي والاتحاد اللي كان فريق إسماعيلي يمكن متأخر بشكل كبير في هذه المباراة لكن تحول فريق إسماعيلي في الشوت الثاني بقوة هجومية كبيرة وفاز على الاتحاد السكندري 4-2 اللعبين المحترفين في فريق الإسماعيلي سواء ديجو كالدرون وموسى كامارا وريتشارد بافور هم اللي أحرازوا 3 أهداف دا يدل أن برضو فكرة الأجانب أو المحترفين في الدوري الممتاز فكرة جيدة وجودهم بشكل بس يكونوا لعبين مميزين يكونوا موجودين في الدوري المصري بعدد كبير أعتقد أنه بيدي ميزة وبيدي قوة للدوري المصري فبالتالي الفريق إسماعيلي بيهزم فريق الاتحاد السكندري 4-2 اللي انتاج الحلبي طبعا والزمالك تعادل 1-1 أيضا كبونجو كاسونجو لعب الاتحاد السابق ولعب الزمالك الحالي بيحرز هدف في هذه المباراة ويتعادل إيجابي 1-1 الأسيوتي ومصر المقصة وتعادل أيضا إيجابي في هذه المباراة 1-1 بطبعا هدف لمحمد طارق ثم جون أنتوي لاعب النادي الأهلي والمغار لفريق مصر مقصة بيحرز هدف تعادل في الديها 83 ثم مباراة المصري البورسعيدي ووادي ديجلة مباراة كانت قوية مباراة كانت صعبة على الاثنين مدرين الفنيين كابتن حسام حسن وأحمد حسام ميدو أيضا في وادي ديجلة يعني اثنين من المدربين الطموحين في هذا الدوري هذا الدوري الممتاز السنادي كل واحد جاهز في رقيته اللي سافر يونان زي فريق ووادي ديجلة وأيضا كابتن حسام حسن اللي المعسكر وكان بحتى من مباراة الكأس واخسارته أمام الأهلي ما زال كان في رقيته وبيستعد للدوري الممتاز كل واحد ليه طموحه وأهدافه هذا الموسم مصري موجود في العام الماضي في المربع الزهبي بيحاول يحافظ على هذه المرتبة في الدوري الممتاز أيضا ووادي ديجلة بيحاول عن طريق ميدو حالة استقرار بيضيفها بشكل كبير ميدو ووجوده في الجهاز الفني كل واحد فيه الجهاز الفنية فيه الدوري الممتاز والأندية بيحاول يضيف لنفسه حاجة هذا الموسم نتمنى طبعا نحن بنشوف من خلال طبعا الدوري الممتاز وبداية الجوة الأولى طبعا دوري قوي طبعا أهلي وطلاق الجيش تعادل إيجابي واحد واحد أحرز هدف طلاق الجيش عاصم صلاح من ضرب الجزاء وتعادل أحمد الشيخ في ديئة 57 وزي ما احنا شفنا في هذه المباراة بعض الأخطاء التحكمية أنا مش عايزة عيد وزيد في الموضوع ده لأن كانت الأمور واضحة في شكل كبير توقعنا أن يحصل الوقف للحكم أحمد حمدي ولكن طبعا كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس الزوات الحاد الكورة طلع ونفى أن يبقى فيه وقف ولكن هنشوف هل هيبقى فيه عقوبات على الحكم هنشوف في الفترة اللي جاية لأنه ما ينفعش يا جماعة يعني والله إحنا ما بنتغطش على حد ولا بنحاول نقول أو نفرد رأينا على حد لا هو مش ده أسلوبنا خاص ولكن فيه أخطاء مدام فيه أخطاء في كل أنحاء العالم في الدوريات العالمية بيحصل معاقبة للحكام في حال طبعا إخفاقهم في المباراة فبالتالي يعني ده اللي إحنا نتمنى ولكن زي ما كنا بنتكلم من رونة القرانو قبل السوديو التحليلي وبعد السوديو التحليلي إحنا بنساعد بعض سواء عنديها من خلال الأجهزة الفنية داخل الملعب بعدم الاعتراض على الحكام بعدم الاعتراض على أي قرارات بياخدها ولكن في نفس الوقت محتاجين يبقى فيه العدل اللي موجود داخل الملعب من خلال قرارات من خلال وعي للحكم داخل الملعب من خلال وعي لتحركاته من خلال حتى تطبيق القانون بشكل سليم يعني ما ينفعش تطبيق القانون هنا وما تطبقوش هنا ده اللي احنا شفناه في مبارات الأهلي وطلع الجيش من خلال دربتي أو تلت دربات جزاء للنادي الأهلي وضرب الجزاء لفريق طلع الجيش حسبت لطلع الجيش ولم تحتسب للنادي الأهلي والله زي ما بقولوكم احنا ما بنتغطش على حد ولكن هي الأمور لازم تبقى واضحة نادي الأهلي وغيره وغيره من الأندية ما بيستفدش من هذه الأخطاء بالعكس انت دلوقتي ممكن تضيع بطولة من نادي كبير زي النادي الأهلي لكن المشكلة انت الحمد لله انها جاية في بداية موسم دوري لسه طويل بيضيع مكسب او بيضيع ثلاث نقاط من النادي الأهلي في بداية الموسم ولكن زي ما بتكلم احنا الدوري طويل ولسه قدامنا ان شاء الله مبارات عديدة في الدور الممتاز نتمنى بس ان التحكيم يبقى بالشكل المناسب واللائق للدور المصري واسمه الكبير في الدوريات الأوروبية العالمية قصدي والدوريات العربية والأفريقية يعني كابتن عصام الفتاح بيطلب او بيبعد جواب للفيفا لتطبيق الحكم الفيديو حاجة مميزة وحاجة بتساعد لحد ما لتقليل الأخطاء داخل الملاعب المصرية ولكن زي ما بتكلم دايما اختيار الحكام المميزين للمبارات المهمة او للفرق الكبيرة ده مهم جدا 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 مروحش اختار حكم قدراته ممكن تبقى وليلة في مباراة ممكن يكون طرفها لأهل الزمالك الإسماعيلي الفرق القوية اللي بتبقى الأخطاء بالنسبة لهم ممكن تضيع منهم دوري ده في حد ذاته احنا عايزينه من لجنة التحكيم او لجنة حكام كابتن عصام عبدالفتاح واكيد الحكام لازم كمان تطور نفسها جماعة لازم انتم من خلال رؤيتكم للفرق المذاكرتكم للفرق من خلال توجودكم دايما ورؤيتكم للدور الممتاز لازم تكونوا حفظتوا هذه الأخطاء انتوا تطوروا نفسك وزي ما اللعيبة والأجهزة الفنية وبيتطوروا نفسهم لازم كحكام كمان انت كشخص بتعمل وجبك وبتعمل دورك وعملك من خلال وجودك كحكم في مباراة تبقى تطويرك مهم جدا لنفسك زي ما اي حد بيطور نفسه في اي مجال ده اللي احنا نتمنى من خلال الفترة الجاية في التحكيم اعتقد ان الكابتن عصام عبدالفتاح من خلال طبعا هو بيحاول نجيب سماعات قبل كده وبيجيب بعد كده موافقة من الفيفا لحكم الفيديو ده تطوير ايضا للشكل وبعد عن الأخطاء اللي ممكن نقع فيها عايزة اقول لكم الاهلي ان شاء الله من خلال انا طبعا نسيت اقول لكم امبي في المباراة الاخيرة في الجولة الاولى تعادل مع اسموحة واحد واحد هدف اومد اوكري لسموحة وهدف التعادل امبي في ديئة واحد وخمسين وده ختم الجولة الاولى طبعا نتمنى ان الجولة التانية ان شاء الله تبقى مميزة مصر مقصة والاهلي دي هتكون في الجولة التانية طبعا اتأجلت بسبب مباراة الترجي ان شاء الله لهاكون يوم السبت يوم 16 ستمبر يا رب كل توفيق للنادي الاهلي عشان كده النادي الاهلي بيبدأ معسكر الفريق من بكرة طبعا احنا شفنا مباراة الجونة امس وفوز النادي الاهلي 6-0 في هذه المباراة استعدادا لمباراة الترجي شفنا مجموعة من اللعبين شفنا مجموعة من الشكل الفني اللي تقلق فيه النادي الاهلي بالاخص يعني عشان برضو احنا بنتكلم على اللعيبة لما عندنا وافي جديد لازم نحط الاسبوت عليه في شكل كبير باكا ماتشنبي او مهلمبي هو لعب مميز جدا شفنا مباراة من خلال تواجده في المباراة احرص هدفين واضح جدا ان كابتا حسام البادري يعتمد عليه في خط اللي موجود فيه عبدالله سعيد وليل سليمان واعتماده على السرعة يمكن الخط ده مجموعة من اللاعبين اللي موجودين فيه اصحاب مهارات عالية جدا اصحاب فنيات عالية جدا ولكن جزء السرعة اللي موجود عند هذا اللاعب واستغلال كابتا حسام البادري لللاعب ده من خلال ان هو ييجي من تحت للامام اعتقد ان هيبقى استفادة كبيرة جدا زياد كمان ان هو عنده القدرات كمان ان هو يقدر يشتغل كرأس حربة موجود فيه الثامنة عشر يعني عنده كابتا حسام البادري من خلال هذا اللاعب صغير السن 19 سنة مجموعة من المهارات اللي يقدر يستخدمها في كذا مكان وكذا مركز طبعا دي اهدافهم بارح او الهدفين اللي احرازهم باكا من خلال وجوده في المباراة ونزوله في المباراة يعني هدف الاولاني ثم الهدف تاني الهدف الاولاني طبعا واضح جدا تواجده في المكان المناسب وسرعته وجوده قبل الهدف الاولاني طبعا بالنسبة له عن طريق عمر بركات وجوده في منطقة التمنتاشر وسرعته حتى وانه هو يحط من غير ما يخاف من غير ما يبقى عنده اه اي مشاكل داخل التمنتاشر اه يعني طبعا هو اللاعب ما تفعه فيه فلوس كتير فبالتالي الامور دي بالنسبة له سهل لكن فيه بلعيبة كتير جدا ممكن اه اه يضيعه كرة زي كده لكن ده ثقة بنفسه وجوده في المكان المناسب دي حاجة مميزة ايضا الجون التاني واستخدامه حتى ليه انه هو بيلف اه انه تبقى عندك لعيب جريء يلف ويلعب الباص ويتحرك اه بعد الباص بتاعه دي بتبقى قليلة جدا انه انت اه اه تبقى حتة اللاعب الباص وتتحرك بتبقى موجودة او قليلة في الدور المصري بيبقى عندك عندك اللاعب الميزة دي وعنده انه هو يلف حتة اللفة دي للراس حربة مش كتيرة برضو دايما تلاقي راس حربة مدي ظهره للمرمى الخصم ويلعب الباص وانتهى الموضوع لا ده بيلف بياخد الكورة وبيلف وبيتعامل مع الفرود اللي جنبه وكان عماد متعب طبعا تمريره رائعه منه طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي عماد متعب وجوده بقى في المكان المناسب والباص بتاعه حتى لو محرص اهدف عماد متعب تليه بيدي لمسة كده جميلة يحرز منه بكى الهدف التاني به ويعلن عن نفسه في أولى المباراة الودية ليه مع النادي الاهلي يا رب ان شاء الله يكون الاستفادة قوية من خلال تواجد هذا اللاعب في الخطوط الاتنين اللي هو ممكن كابتن حسام البادر يتعامل معاه فيه سواء بقى كرأس حربة صريح او موجود تحت رصات الحربة يا رب كله فيه طبعا التقلق الكبير لمجموعة اللاعبين الموجودة طبعا اشترك كابتن حسام البادر اشترك عدد كبير من اللاعبين اجايه طبعا بيحرز الهدف الاول بتطمئن عليه او بنطمئن عليه بشكل كبير للمباراة القادمة يمكن هو الوحيد اللي يبقى هو المرشح الاول اللي يبقى رأس حربة النادي الاهلي في المباراة الترجي ايضا حمودي بيحرز هدف ايضا عمر بركات من ضربة سبتة رائعة بيحرز عمر بركات وبيبقى موجود يعني عمر بركات نتمنى ان شاء الله انه يبقى متواجد بشكل دوري او شكل اساسي مع الفريل لانه لعب مميز ايضا ميدو جابر بنتكلم ايضا على كل اللاعبين المميزين حسين السيد كل كل اللاعبين اللي لعبوا كريم نيدفيد يعني اتمنىهم ان شاء الله يبقوا في احسن مستوى ليهم في المباراة القادمة امام ترجي واختيار كابتا حسام البدري من خلال المعسكر التمرينة يمكن كان فيها النهاردة عشرين دقيقة بدني للعيب النادي الالي في بداية المروان النهاردة طبعا الشغل البدني ده مهم جدا جدا امام فريق زي الترجي انت بتلاعب فريق عنده القوة البدنية كبيرة عنده الشغل البدني متميز جدا شفناهم في البطولة العربية وبنشوفهم عمتا في البطولة الافريقية فريق الترجي فبالتالي ان الشغل البدني بتقدر تتعامل معاه او تعمله النهاردة من بدر شوية طبعا ده شغل بيبقى حاجة في الأحمال عشان تخش بعد ثلاثة ايام وانت الحالة البدنية بتاعتك بتعملها من بدري فتخش وانت مش تعبين تخش يبقى فيه التمريات التاكتك والخطط اللي ممكن كانت حسام البدري يحطها او يتعامل معها في التدريبات فالنهاردة كان فيه 20 دقيقة لفريق النادي الاهلي في بداية المران بدني فقط وده حاجة مميزة اتمنى ان شاء الله ان تلغاية اخر دي انت مش عايزين نستعجل يعني دائما في المبارات الكبيرة اللي بتلعبها امام فرق كبيرة زي التراجي زي النهائيات اللي ممكن تلعبها دائما بيبقى حتة الاستعجال مش كويسة فممكن الجول يتأخر احنا مش عايزين نقلق كجمهور هيبقى موجود ان شاء الله بكسافة اليوم ده في الاستاد مش عايزين نقلق ايضا الجماهير اللي موجودة بتتفرج على المبارات ما تلقش انت عندك فريق منظم فريق جيد عنده مجموعة من اللعبين والاضافات كمان اللي دخلت في القائمة الافريقية احمد الشيخ وليد ازارو هشام محمد ايضا لعبين بيضيفوا لفريق النادي الاهلي يا رب يكونوا في احسن مستوهم ايضا هؤلاء اللعبين فبالتالي ما تلقش على الفريق النادي الاهلي لكن ان شاء الله تحقيقة نتيجة ايجابية هي الاهم في مباراة استاد الجيش ان شاء الله ببرج العرب ده يعني ده اللي احنا نتمنى نتمنى على الفريق طبعا منذ مننا حازم البرعي وكان موجود طبعا فيه تدريب النهاردة حازم مساء الخير عليه مساء النور كابتن فاروق ومساء كل مساهدي ومتابع قناة الاهلي حازم يعني كل توفي ان شاء الله لفريق النادي الاهلي طميننا النهاردة على الاجواء واجواء التمرين اللي هتعامل ازاي النهاردة بالفعل الفريق بدأ يعتبر اول تدريبات واستعدادا للتراجي عارفها كابتن فاروق انك من اول امس كانت مباراة في الدورة امام طلاع الجيش بالامس اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراة الطلاع شاركو في مباراة دي امام فريق الجنة اهل اكتبها فيها في اهداف مقابل للشيش النهاردة جماعي اللاعبين حاضروا ما كانش في حد غايب غير وليد تلمان ادى تدريبات في الجن للجماعي اللاعبين ادوا التدريب في الملعب شريف اكرامي بس هو ادى تدريبات اهلية في البداية لكن في وقت التأثيم شارك في التأثيم التدريب الجماعي النهاردة التدريب انقسم ثلاث فقرات الفقرة الاولانية كانت بدن واحماء قضها الكابتن عنيس الشعلاني مخطط الأحمال الفقرة الثانية كانت بالتدريبات بالفقرة وعندها الدمسة واحدة والضغط على القصص اختتمها كابتن خاصامة بدري بتأثيم ها في مصف الملعب شارك فيها العائبين المقايبين في القائمة الافريقية تمام طيب يعني بخصوص التدريبات المفاردة اللي كانت شريف اكرامي كان ايه هدفها النهاردة له تدريب على انفراضات بمعنى صح يعني نعم هو كان هربة بدأت تدريب في القائمة الملعب في الوقت اللي كان كابتن طريق سليمان بيقود في تدريب ذات القطاع وبعد ذلك شارك في التأثيم وكان طبيع جدا يعني انشاء مشاكل وهيشارك ان شاء الله بإذن الله في موارات الترجي ايضا وليد سليمان فيه تأكيدات من الجهاز ان شاء الله بإذن الله هيكون متواجد في موارات الترجي وجميع اللي عامين سواء مؤمن ذكرية او علي معلول كل اللعيبة اللي كان فيه شكوك حواليهم لا جاهزين وصالح جمعة حازم شارك في الموارات كامل والبياء وظهر حتى في التأثيم بشكل كويس جدا طيب علي معلول طمين عليه علي معلول ايضا زي ما بول الحواج سبت وهو ومؤمن ذكرية ان عرض يخذوا التدريب كامل ننزل التدريبات مع اللعيبة شكلهم جاهز جدا بدنيا عاليين لا مشاكل ان شاء الله شكله بشكل طبيعي في التأثيم حازم اه بالصبت شكل طبيعي المعذكر بقى ان شاء الله بداتا من النهاردة يعني البلان نفسه او الشكل خطط للتدريبات هتبقى عاملة زيها تكون بكرا ان شاء الله للمعذكر بامر الله هايكون عاملة ازاي حازم هو الاكيد ان التدريب بكرا هنا في التاج نساء الله بإذن الله ده الصبح واحتمالة ان هما يسافروا بكرا بعد التدريب اول الصبح التمرينة ولا بعد الظهر حازم لا بعد الظهر بعد الظهر اوكي بعد كده السفر لإسكندرية بعد كده السفر لإسكندرية او ممكن يؤجل ليوم الخميد صباح ان هما يتخذ بكر بعد التمرين بس لسه ما تحددتش يعني كابتان حسان ما حددوش او كابتان سايد عوهافيز لسه ما فيش اه ما فيش تأكيدة كبه اه فعلت اللاجئة لسه ما فيش تأكيد طيب فريق التراجي يعني معرفش عندك معلومات عن فريق التراجي ووجوده في هنا في مصر او 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 اخر المعلومة ان هو هيجي على طيارة خاصة على برج العرب وشارة قبل اللقاء 48 ساعة اوكي ان شاء الله بإذن الله تمام يا رب ان شاء الله توفيق حازن طبعا لفريقنا بأمر الله ولو في عندك اي معلومة تانية تفضل حازن لا هو باقي بش ان انا اقولك ان اي قبل المرام اجتمع كبت قصام البدري باللعبين بغض طلع الملابس لمدة قرب النص ساعة اكد فيها اهمية المرحلة سواء مباراة الاستهاب الترجع او مباراة العودة وان احنا لازم نستعيد بطولة افريقا تانية بغيبة عن النادي منذ عام 2013 وفي حماس ورح تانية خالص من اللاعبين وإصرار على ان هم يستهد جميعهم في قصة الجامعة ان شاء الله حازم كل التوفيق ويبقى بداية المعسكر من بكرة عملية التركيز انا واضح جدا التركيز من مباراة الامس والحافز الموجود عند اللاعبين لكن ان شاء الله من بداية من المعسكر الغد يبقى كل اللاعبين خلاص حال التركيز مباراة مهمة وصعبة للغاية امام فريق قوي زي فريق ترجي نهائي مبكر في هذه بطولة بطولة افريقيا ابطال الدوري وبدور الربع النهائي يا رب ان شاء الله نتيجة ايجابية هنا وعدم الاستعجال هو ده الاهم ما نجي نبص للمباراة نفسها انت ازاي تتعامل كاتحسام حتى البدري في تدريباته بمرة نلعبين على جزئة الاستحواز استحوازك على الكرة وانك ما تفقدهاش وما يبقاش في ميس باس بشكل كبير هو ده ليخليك راكب المباراة امام فريق قوي زي الترجي اكيد هيبقى فيه صغرات هيبقى فيه تفتح صغرات فيه هذا الفريق ولكن طبعا محتاج انك تستحوز محتاج يبقى فيه عدم فقدان للكرة كتير التحرقات بشكل مستمر زي ما احنا شفنا كده او بنقول اللعب اللي بيقدر يباصي ويلفه لازم يتحرك بعد الكرة وده مهم جدا جدا النادي الاهلي بيعملها بشكل مميز وده اللي احنا نتمنى ومع وجود عبدالله السعيد ووجود لعبين مميزين ان شاء الله في هذه المباراة وفي حال التركيزة عالية اعتقد ان شاء الله اللي الفوز هيبقى حالفنا بالنتيجة تريحنا ان شاء الله في رادس بأمر الله في تونس يا رب بأمر الله ايضا الجمهير تبقى موجودة ومحفزة بشكل كبير للنادي الاهلي وده الفريق الاهلي طبعا ده الطبيعي ده اللي بيبقى دايما جمهور النادي الاهلي موجود وفي التوقيتات المناسبة في هذه المباراة يعني هو ده اللي احنا نتمنى يا رب لو في زيادة العدد الجمهير دي هتبقى شيء مميز جدا ولكن منتظرين بأمر الله يعني بعد الفاصل هتكلم بقى لأبطولة أوروبا ودولة أبطال أوروبا اللي هتبتدي النهاردة بمجموعة من المباراة اهمها طبعا مباراة برشلونة ويوفينتوس مباراة مميزة جدا طبعا زي ما بنقول اليوفينتوس خرج في العام الماضي برشلونة من بطولة أوروبا وفي الدور قبل النهائي وبالتالي النهاردة مباراة سقر بالنسبة لفريق برشلونة الى الحد ما اللي بقى له فترة مش في مستوى الطبيعي ايضا سيلتك بيلاعب باريس سان جرمان وبانشستر روناتد بيلاعب بازل وروما بيلاعب أتلتكو مدريد وباير ميونيخ مع اندرلاخت وشيلتسي مع كارباكا الأزربيجاني وأولام بياكوس اليوناني مع سبورت انجليش بونا ثم أخيرا بنفيكا البرتغالي مع ساسكا موسكو فاصل وهارجع بقى اكمل كلامي مع ديوفي عن هذه المباراة دي وأيضا عن الجولة الأولى ورأيهم في الجولة الأولى في الدوري الممتصف